طبعا انتو فاكرين بقى ان انا عشان تعبان فمش هبقى فيه تحدي والكلام ده كله بعينك يا ريس انت وهو لا احنا وعدناك ان احنا نفضل ندعمك ومش هنخلي عندك حجة ابدا ان انت توصل للرشاقة علشان كده عملنا لك مسابقة سهلة وبسيطة واكلها كتير هتساعدك حتى لو انت جاي عمال تعق الفترة اللي فاتت فهتساعدك ان شاء الله بإذن الله ان انت توصل للرشاقة ان شاء الله بإذن الله وكمان هتساعد الناس اللي كانت ملتزمة معانا في المسابقات اللي فاتت ان هي تخص اكتر ان شاء الله بإذن الله فرقوني يدهوني ده عنوان مسابقتنا الجديدة المسابقة السهلة والبسيطة واللي كلها اكل واللي هتخص عليها كتير قوي ان شاء الله بإذن الله مسابقة لمدة اسبوعين عايزك يا ريس ان انت هتلتزم الاسبوعين دول التزم فيهم بس وان شاء الله بإذن الله هتوصل للرشاقة وهتوصل لللي انت نفسك فيه ان شاء الله بإذن الله وصدقني لو التزمت الاسبوعين دول هتصغر فيهم معدتك وهتتحكم في شهيتك اللي ضعت منك الفترة اللي فاتت وهتلاقي نفسك ان انت ملتزم التزام قوي وكمان ان شاء الله بإذن الله هتلاقي الايام اللي جاية والتحديات اللي جاية انت فيها ماشي ملتزم زي الرهوان ان شاء الله بإذن الله اتمنى لكم حياة سعيدة ان شاء الله بإذن الله واتمنى ان الجميع يلتزم الجميع يلتزم وتدعلنا من قلبك وما تنساش لو انت هتشترك في هذه المسابقة قول قابلت التحدي وهعمل لايك ان شاء الله بإذن الله واقول لك ان انا قابلت التحدي علشان نعرف عدد كبير من الناس ان شاء الله بإذن الله هيبدأ معانا هذا التحدي الجديد ويبطل عك بقى ويبطل لغبطة ايه يا عامة بقى ما ترحمنا بقى يا عامة احنا هنبدأ نعمل دايت كتير كده انا مش هسيبك مش هسيبك الا ما تقول انا خلاص وصلت للمثالي ان شاء الله بإذن الله يلا بينا نشوف التحدي الجديد يلا بينا الناس اللي بتسأل ازاي نحصل على انظمة لو نفسك تخس ادخل بسرعة حمل تطبيق لو نفسك تخس من على جوجل بلاي هتلاقي فيك كل الانظمة اللي انت عايزها وكل انظمة المسابقات وكل الانظمة العادية وكمان وصفات الاكل المهم حمله من على جوجل بلاي سدقني هتلاقي التطبيق سهل وبسيط والتعامل معاه بسيط جدا وكل يوم بينزلك حتى النظام يوم بيوم يعني هتلاقي النظام جايلك لغاية عندك يعني مفيش مفر يا ريس من الرشاقة وان شاء الله هنوصل للرشاقة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير اهلا بيكم ومسابقة جديدة فرقوني يدهوني المسابقة مدتها اسبوعين ان شاء الله بإذن الله تكون مسابقة سعيدة على الجميع انا عارف ان في ناس كتير جاية من بعد العيد ومش قادرة تتحكم في نفسها عمالة تاكل كتير كتير وبالتالي دي فرصة كبيرة جدا لكل واحد كان بيعق الفترة اللي فاتت وفرصة اكبر لكل الناس الملتزمة الفترة اللي فاتت ان هم يكملوا في التزامهم فيلا بينا نبدأ رحلة جديدة وتحدي جديد واهم حاجة لو هتبدأ معنا هذا التحدي قول قبلت هذا التحدي واكتب في التعليقات ان انت ان شاء الله بإذن الله هتقبل معنا هذا التحدي وهتبدأ على الفور معنا بدون كسل ان شاء الله بإذن الله طبعا فرقوني يدوني ده اول حاجة بنظام هنبتدي بنظام جميع الاوزان نظام جميع الاوزان مناسب للناس العادية لان مسابقتنا دايما بتكون فيها نظامين نظام جميع الاوزان ونظام المرضعات وبالتالي نبدأ بنظام جميع الاوزان اللي بنبتدي بالتنويه لو انت عندك اي مشكلة صحية سواء ضغط او سكر او قلب او عندك اي حاجة تانية لازم ترجع لطبيبك فورا علشان تاخد منه الموافقة واول ما تاخد منه الموافقة تبدأ على الفور بهذه الانظمة الغدائية الصحية طبعا دي معلومات تهمك تهمك يعني لازم تقراها 24 نقطة مهمين جدا لازم تقراهم واعتقد ان الناس اللي كانت تعرفة وبدأت معانا في هذه الانظمة عارفنهم وحفظنهم كويس جدا علشان كده هتلاقي كتير منهم وصل للرشاقة بكل سهولة وبكل يسر علشان كده بدعوا كل المقراش هذه التعليمات ان هو يقراها بالتفصيل ونقطة نقطة علشان يستفيد بيها ان شاء الله بإذن الله طبعا دي السناكس السابتة يعني ايه السناكس السابتة؟ يعني السناكس دي معاك كل يوم اي حاجة اي يوم يعد عليك اوعى تفوت السناكس دي يعني مكتوبة في النظام مش مكتوبة في النظام لازم تاخد هذه السناكس السابتة بشكل يومي سواء تكلها زي ما هي كده سواء تدخلها في الخضار في الطبيق بتاعت براحتك خالص طبعا ده التحدي الاول اليوم الاول من التحدي الاول السابت 24 اغسطس وده هيكون طبعا يوم لذيذ كده هيكون فيه فطار في النشويات او نص الحصة بتاعتنا من النشويات والغداء ايضا فيه نص حصتنا وزيادة شوية من النشويات وبروتين متنوع وطبعا العشاء هيكون برضو نص النشويات يعني احنا عندنا فرصة هون نبتدي واحدة واحدة مع بعض بنشويات في الفطار وفي الغداء والعشاء علشان خاطر نطلع او نطلع من العك اللي احنا كنا بنعكه الفترة اللي فاتت او حتى لو انت كنت من الناس الملتزمة فتريح جسمك شوية علشان ان شاء الله بإذن الله نفضل نلعب مع الجسم شوية بالنشويات وشوية من غير نشويات وهكذا لغاية ما نوصل لبر الامان اليوم التاني من التحدي الاول طبعا ما ننساش طبعا على الريء الحاجة السحرية والمهمة جدا مع علاقة العسل نحل مع المية مع علاقة العسل الصغيرة مع المية علشان ننشط حرقنا وده هيفرق معانا بشكل كبير جدا واسأل المجربين كلهم هيقولولك التحدي الاول اليوم التاني خمسة وعشرين اغسطس زي ما انتو شايفين كده ابتدينا نشيل من الفطار ومن العشاء النشويات ولكن هتلاقي نشويات تكفيك وتفيد كمان ان شاء الله في الغداء طبعا يعني النظام سهل وبسيط كل اللي عليك ان انت تلتزم به اليوم التالت من التحدي الاول لنظام جميع الاوزان زي ما انت شايف كده برضو عندنا نشويات في الفطار ايه الحكاية عمدرش انت مدلعنا ليه كده طبعا الفطار عندنا فيه نشويات اهو اختيارات متعددة طبعا اختار بند واحد من ادي الاختيارات السناكس كوباية حليب الغدى عندنا البروتين الخفيف مع طبق الصلاة الخضرة مع الخضار لو انت حابب كمان والعشا هيكون عندنا جبنا قريش او زبادي او علبة زبادي الخلط دسم زائد ثمرت فاكهة او علبة تونة مصفوة من الزيت زائد صلطة خضرة وطبعا يعني حاول تبعد عن اختيار علبة التونة ده خليه اخر اختيار لو انت مثلا في الشارع ومش لاقي اي حاجة غير التونة وده نظرا لاحتواها على مواد حفظة احنا بنعتبرها ان هي مضرة بالصح طبعا ده اليوم الرابع زي ما انت شايف كده على الريق برضو كوبات المية مع معلقة العسل المية طبعا ما تكونش سخنة عادي ممكن تاخدها مية عادية من الفلتر كده على طول مش مشكلة بدرجة حارة الغرفة زائد معلقة عسل سواء بقى تدوي فيها معلقة العسل سواء تاخد معلقة العسل والشبراء المية براحتك جدا اللي انت عايزه طبعا اختيارات الفطار زي ما انت شايف كده اختار باند من البنوت برضو عندنا في ايه في نشويات لا يا عم انت بقى شكلك كده يعني ايه مدى اللعنة على الاخر يعني وطبعا الغدا هيكون عندنا بروتين نباتي مع الخضار ولو انت بتحبش البروتين نباتي تقدر انت تاخد جبن قريش او صدور الدجاج براحتك طبعا خالص والعشا هيكون في ممنوع النشويات اليوم الخامس من التحدي الاول زي ما انت شايف كده اليوم الخامس من التحدي الاول كوباية مية زي معلقة صغيرة من عسل النحل واختيارات الفطار زي ما انت شايف وطبعا انتو عارفين بقى الباقي اليوم السادس من التحدي الاول واليوم السابع طبعا اليوم المفتوح اللي احنا بنستناه واللي اصبح ليه قوانين اصبح ليه قوانين مش كده يعني اي يوم مفتوح والسلام ناكل فيه عمال على بطال طبعا لقى في حدود سعراتنا الحرارية وقلنا ان من فوائد اليوم المفتوح هو رفع السعرات الحرارية للجسم لأقصى حد ليها وبالتالي ده بيساعدنا بشكل كبير جدا الحفاظ على الحرق الاصلي للجسم بمعنى ان كتير من الناس اللي بتروح تعمل عمليات تصغير معدة بيعانوا من هذا الشيء انه هم ما بقاش عندهم القدرة انه هم يرفعوا حرقهم او ياخدوا يوم مفتوح زي ما احنا بناخد كده وبالتالي تلاقي عندهم ثبات في الوزن بعد فترة وتلاقي مش عارف يوصل لوزنه المثالي لكن احنا ولله الحمد بناكل كل اللي نفسنا فيه بندخل اليوم المفتوح ناكل فيه مننا بيقضي على الاخدر واليابس وبيعدي سعراته الحررية ولكن الناس اللي بتمشي على سعراته الحررية مظبوط ده بيرفع حرقه للدرجة القصوى بدون اي زيادة وبالتالي لو انت طبقت هذا النظام بهذا الشكل ان انت مثلا لو حرقك 2000 سعر حراري في اليوم من خلال الجدول ده اللي هو احنا بنقدر نعرف من خلاله متوسط سعراتك الحررية تقريبا قد ايه سواء كنت من الاناث او سواء كنت من الرجال فتقدر ان انت تشوف من خلال البنود التالية يعني انت مثلا العمر بتاعك من 19 ل30 سنة طبعا الناس هتقول لك ما انت قررت قبل كده شرح الحاجة دي احنا بنشرح يا جماعة وكأن في ناس جديدة وزوار جداد للصفحة وللقناة ما يعرفوش وانت كمان زيد من المعرفة زيادة يا سيدي مش مشكلة مفيش حاجة هتخصر يعني وبالتالي لو انت مثلا افترضنا انت حضرتك مثلا فوق الخمسين زي هنا مثلا فوق الخمسين وبدون نشاط بدني فهتلاقي ان انت مثلا كرجل صعراتك الحررية ما بين 2000 ل200 صعر حراري يعني متوسط تقريبا 2100 لو انت بدون نشاط بدني لو انت بنشاط متوسط بتنزل تتحرك وتروح تجيب الجنان وبتروح تجيب الخضار وهكذا فهتلاقي نفسك ان انت ما بين 2400 ل200 صعر حراري لو انت بقى رجل رياضي وبتنزل تجري وبتلعب وهكذا فهتلاقي نفسك ما بين 2800 ل 2400 صعر حراري طبعا الناس اللي بتتحجج وبتقول السن عائق السن عائق لنزول الوزن بص الفرق بين الاعمار يعني هنا من 11 ل 18 سنة 2800 من 19 ل 30 2400 من 31 ل 50 2200 يعني هتلاقي فرقها في البداية هنا بس حوالي 400 لكن بعد كده هتلاقي 2000 صعر حراري فرق 200 صعر حراري فرق يعني رقم لو انت لعبت شوية ترياضة صغيرين هتزوده يعني العمر عمره ما هيكون عائق ابدا ابدا ان انت تخسر وزنك علشان كده بقولك خليك نشيد طبعا لو احنا افترضنا ان انت صعراتك الحرارية 2000 صعر حراري فبالتالي بتقسم الفطار بتاعك 45% من صعراتك بيكون 900 صعر حراري الغدى 900 صعر حراري والعشان 200 صعر حراري حاول تظبط نفسك فيه بيت 900 صعر حراري ده ويكون بقى يعني زي ما انت شايف كده النظام بتاعك مثلا زي ما انت شايف كده مثلا 50% كاربوهدريتس يعني الوجبة بتاعتك 50% كاربوهدريتس 35% بروتين 15% منها دهون طبعا علشان تحصل على جسم قوي وغذاء متوازن لازم تمشي بهذا النهج ان شاء الله بإذن الله طبعا ده في الفطار وفي الغداء والعشابة ثمرت فاكهة علبة زبادي ثمرت فاكهة علبة زبادي اللي انت عايزه ده التحدي التاني واليوم الاول من التحدي التاني السبت 31 اغسطس ونظام جميع الاوزان زي ما انتوا شايفين طبعا على الريق كبات ميزة المعلى صغيرة من عسل النحل قبا عندنا برضو هنا هتلاقي فيه نشويات وفاكهة علفطار تقدر ان انت تعمل احلى دلعهو يعني عندك اختيارات متنوعة تقدر تختار بند واحد من هذه البنود الغداء عندك فيه نشويات مع بروتين مع خضاري يعني نظام ولا اروع طبعا انا لو اكلت بقى يعني الاكل ده كله مش هدخن يعمل حاجة انا شايف ان الاكل كتير والكلام ده كله مش هدخن والله بالعكس اذا انت هتنشط حرقك هتلاقي وزنك بينزل اهم حاجة بس تلتزم بهذا النظام ما تزودش ولا تجود من دماغك اي حاجة او تقلل التحدي التاني اليوم التاني برضو تختار اختيارات الفطار اختيارات الغداء اختيارات العشاء وطبعا زي ما انت شايف الفطار والعشاء فيه نشويات الغداء بس مفهوش نشويات اليوم التالت من هذا التحدي عندنا فيه نشويات في الفطار احنا بنحاول نساعدك بنحاول نحنا نقدملك نظام سهل وبسيط علشان خاطر الناس اللي كانت بتشتكي من العك الفترة اللي فاتت الناس اللي عمالها تقول انا بعوقكم مش قادر اوقف فبنحاول ان احنا نهدي الجسم واحدة واحدة وكمان الناس اللي مكملة معانا ان شاء الله اتحاق نتيجة حلوة قوي لنوم ملتزمين ان شاء الله بإذن الله اليوم الرابع زي ما انتوا شايفين واليوم الخامس من التحدي التاني واليوم السادس واليوم السابع ولكلنا بنستنى اليوم المفتوح اللي سبق شرحناه قبل كده وازاي تختار سعراتك الحرية من خلال هذه الجداول وتبتدي توزعها على يومك بشكل سهل وبسيط طبعا نظام المرضعات نظام المرضعات علشان خاطر المرضعات عندهم زيادة في الحياة طبعا لازم ترجع له طبيبك لو انت عندك اي مشكلة صحية او هتتابعوا اي حاجة من على الانترنت يا جماعة لازم نرجع للطبيب نسأل حتى رايبنا كده النظام بتاع لو نفسك تخس ده دكتور عامل ايه هل هو حلو ولا وحش هل هو غير صحي ولا صحي هتلاقي يعني ناس هتقولك هتقولك المفيد وهتشهد لك بالحق طبعا يعني طبعا المرضعات بيبقى سعراتهم الحرية ازيد خمسونية سعر حراري تقريبا عن الناس العادية علشان كده المرضعات لهم فرصة عظيمة جدا في انهم يخسروا وزنهم بشكل طبيعي في وقت قياسي ان شاء الله باذن الله اثناء الرضاعة بدون التأثير على كمية الحليب للطفل ولا يعني حتى يتأثر الطفل باي شيء وده طبعا من التجارب السابقة للمرضعات طبعا ده التحدي الاول اليوم الاول السبت 24 اغسطس 2019 طبعا انا بقول المرضعات مش الحوامل انا بقول المرضعات الحر عندهم ازيد ده التحدي الاول للمرضعات اليوم الاول السبت 24 اغسطس وطبعا تحدي سهل للمرضعات بيبقى عندهم حاجات اسهل ولزيزة كده ولطيفة واليوم الثاني من التحدي الاول للمرضعات اليوم الثالث من التحدي الاول للمرضعات اليوم الرابع من التحدي الاول للمرضعات اليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع هو اليوم المفتوح للمرضعات ولكن لازم تاخد بالك عندنا هنا بس ايه طبعا المرضعات هيكونوا اناث وبالتالي عندهم صعراتهم الحرارية هتزيد 500 صعر حراري يعني لو حضرتك اخترتي من خلال العمر بتاعك قد ايه وبالنسبة لنشاطك البدني وليكن من تلاثين من تسعة تاشر لتلاثين نشاط متوسط فلو شفتي سعراتك الفين ما بين الفين وم proceeds لالفين صعر حراري زودي عليهم كمان الفين وخمسمية سوري نزود عليهم خمسمية وبالتالي هيبقى الفين وخمسمية تقريبا او الفين وستتمية وبالتالي هيكون عندك صعراتك الحرارة المطلوبة ليك يوميا في اليوم المفتوح حوالي الفين وستمائة صعر حراري يعني شبرأ بيهم نفسنا ان شاء الله باذن الله. طبعا ده كيفية تديري اليوم المفتوح بشكل بسيط جدا. راهة ونفهم كويس. وده التحدي التاني آآ واليوم الاول للمرضعات. التحدي التاني. واليوم التاني. التحدي الثالث. التحدي الثالث ايه? التحدي التاني. اليوم الثالث للمرضعات. وده التحدي التاني اليوم الرابع. والتحدي التاني اليوم الخامس. التحدي الثاني اليوم السادس واليوم السابع. وطبعا اليوم المفتوح اللي احنا بنسلناه. ودي جداول مهمة جدا جدا جدا. لازم نقراها. جداول البدائل في الانظمة. ايه هي الفواكه المسموحة لنا? ايه هي? عايزين نعرفها. وبالتالي لازم تعرف الفواكه المسموحة لك زي ما انت شايف كده. دي كل الفواكه المسموحة خلال رحلة التغيير. مش معنى كده ان احنا ناخد عمال على بطال. لا. لو تم ذكرها في الانظمة. غير كده لا. طبعا دي جداول. جداول الفكهة المسموحة زي ما انت شايفين كده. دي جداول الفكهة المسموحة. وما يعادلها من ثمرت فكهة. يعني الاناناس لو قلت لك ليه كم شريحة اناناس تعادل ثمرت فكهة تقول لي اتنين شريحة. احفظهم. وقراهم بشكل جيد جدا. هينفعوك في حياتك والله. الموزة ليك قد ايه نص موزة وهكزا. طبعا زي ما انت شايفين. دي طبعا ممنوعات الفواكه ويمكن الحالي دلوقتي التين والمنجا الموجود دلوقتي في الاسواق يعني لو انت من مصر يعني العنب والتين والمنجا والبلح. فكل ده ممنوع في هذه الايام طبعا مش هتشبعك هتلاقي بتجوعك. دي قيمة الخضروات زي ما انت شايفين. قيمة الخضروات المسموحة. وقدي الكيمية المسموحة في اليوم. نقرأ كويس جدا ونقرأ الملاحظات بتاعتها. طبعا الطماطم ليك اتنين حبة وده من خلال الاسناكس بتاعتك. طبعا ده يمكن شوف هتلاقي الملاحظات مكتوبة ايه? يمكن استخدامها خلال اليوم سواء في الصلطة او في الطبخ او حتى تناولها بصورتها الطبيعية. يعني عايزينك ان انت تقرأ وتفهم كل حاجة. والله ده كنز. كنز لو انت قريته وفهمته مش هتحتاج لأي حد في الحياة. خالص. انت هتبقى دكتور نفسك ان شاء الله بإذن الله. دي حصص النشويات. ازاي ان انت هتشوف حصة النشويات بتاعتك. الخبز البلدي. قدي ايه? الكمية. نص رغيف. اربعين جرام. التوست البني. اتنين توست بني. طبعا الشرايح بتاعتها بتتباع جهزة فاحنا عارفين. بتكون كده. والخبز السن رغيف بيكون ستين جرام. الشفان اربع معالق كبيرة قبل الطهي. الامح اربع معالق كبيرة بعد الطهي. الرز بدون دهون تسع معالق. طبعا ده بعد الطهي. المكرونة بدون دهون تسع معالق بعد الطهي. وهكزا. والرز مطبوخ عادي تلات معالق. المكرونة مطبوخ عادي تلات معالق. فيعني هتلاقي الموضوع بشكل مفصل تفصيل الممل ممل يعني هتقول لي اه ده ممل يا عم ده كلامك هو الممل هقولك اني بكرة هتعرف قيمة الكلام ده كويس قوي وهتعرف ان انت يوم هتفهم حتة حتة في النظام ده صدقني هتملك حاجات كتير جدا منها مفتاح الرشاقة ان شاء الله اللي هيكون مستمر معاك طول عمرك ان شاء الله بازن الله طبعا ده البروتين ونوع البروتين ويعني كمية قد ايه اقصى كمية مسموحة ليك من البروتين قد ايه خلال الوجبات بتاعتك وده بداء البروتين النباتي الممنوعات طبعا عندنا نوعين من الممنوعات ممنوعات دائمة ودي اللي بوزط لنا حياتنا زي الحلويات زي الشيبسيات زي اللحوم المصنعة زي المخللات زي الحلويات الشرقية والغربية زي الحاجات المقلية من المكسرات والحاجات المضرة جدا بالصحة والكلام ده كله زي المبيضات اللي موجودة في النسكافيه والكلام ده كله الكريمر اللي انتو بتحطوه كده من غير ما تاخدوا بالكو نوع من اسوأ الحاجات اللي ممكن تضر جسمك مراءات الدجاج اه الخلاطات السيئة زي اللامون والجنزبيل الناس اللي بتاخدها على الريق دي من الحاجات المضرة واللي بتعملك التهابات في المعدة وفي جدار المعدة وبالتالي بتكره حياتك وبتكره الرجيم بتكره كل ده كل دي حاجات اه بتسبب لك مشاكل كبيرة جدا ادوية التخسيس اللي بنعتبرها يعني اه حاجة سيئة جدا 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 شاير رجيم وما يشابه من انواع ومنتجات اللي بتعمل اسهال وبتعمل مشاكل صحية سيئة جدا وبتعملك اه فقر دم يعني انيميا وسوط اغزية وقصة كبيرة جدا يعني الفيسيخ والرنجة اللي بتحتوي على نسبة صوديوم عالية جدا بتحبس سوائل بتضمر لك يعني الاتزان السوائل في الجسم السمن الصناعي الدهون المهدرجة المشبعة سوري الدهون المهدرجة المشبعة بتكون دهون يعني طبعية وبالتالي زيادة منها ممكن تأثر على صحتك بالسلبة لكن نقدر ناخدها بشكل متزن اما الدهون الصناعية زي الدهون المهدرجة دي دي دهون سيئة في المطلق المقليات طبعا اي حاجة مقلية في الزيوت طبعا سيئة جدا بقى فراخ لحمة بطاطس كل الكلام ده سيئة جدا اما الممنوعات المؤقتة فاحنا بنمنعها بس اثناء فترة اللي هي الست ايام بتوع الدايت لكن في اليوم المفتوح تقدر تاخد منها من خلال صعوراتك الحرارية طبعا بنشكركم جدا وينتهي التحدي ونلتقي في التحدي الجديد باعتذر لكم عن يعني يعني الصوت شوية طبعا الفيديو ده انا عملته وانا تعبان لكن حقكم علي ان انا لازم ان انا افضل ادفعكم للامام ان شاء الله ان انتو توصلوا الهدفكم وان انتو توصلوا البر الامان ان شاء الله باذن الله معاكم دايما بنشجعكم نقول لكم استمروا عشان توصلوا الهدفكم عشان توصلوا للرشاقة وان شاء الله باذن الله توصلوا للرشاقة استودعكم الله الذي لا تضيع وداعوه وما تنسوش لو انتو هتشاركوا في هذا التحدي تكتبوا في الكومنتات قبلنا هذا التحدي وما تنسوش تدعو لنا من قلبكم استودعكم الله الذي لا تضيع وداعوه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان معاكم مصطفى علي